وللعلم فإن الجزائر تنفق سنوياً مبالغ هامة بالعملة الصعبة في النقل البحري البضائع هو اعتراف صريح لوزير النقل والأشغال العمومية بحجم الخلل الذي يعاني منه قطاع النقل البحري للبضائع ما يؤكد حاجة الجزائر الماسة لتنظيم هذا القطع وتطوير خدمات النقل واللوجيستيك نجد أن نقوم بحاجة الجزائر في السكتور حالياً ما زالوا مريد ما زالوا مريد في السكتور لما نلاحظوا أن نرى الفرات على الامبور الذي يأتي الجزائر 87% يأتي من النافير الاترانجي والأسطول البحرين الجزائري عنده بالكي يترى 3% كانت سألوا لماذا؟ كان نقص في المناجم الدفع بقطاع النقل البحري للبضائع من شأنه إنعاش الخزينة بمبالغ الطائلة لا يستفيد منها حالياً سوى الشركات الأجنبية المزايا النسبية للتجارة الخارجية ستستفاد منها شركات أخرى بمعنها التجارة الرمال الخارجية نقلتها فقط يكلف سنوين حوالي 6 مليار دولار إذن أنت كجزائري وأنا كجزائري عندما نقول بأننا فقط نغطي 2% بمعنها 12 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار مقابل 6 مليون دولار إذن هذا مجال جدير بالبحث واقتراح حلول في ظل هذا التأخر الذي يشهده القطع وسعياً لتدارك الوضع وتفادي المزيد من الخسائر تم فتح تخصصات جديدة للتكوين وتحسين التسيير في خدمة النقل البحري واللوجستيك